التصويت والتأهيل التحديث الجديد التح... التمام تمام أخذوا التحديث مني بعد نعرضوه على الشاشة التحديث المركز الأول بجده واجتهاده وجدارته ودعم محبينه له ومشاء الله تبارك الرحمن عليه من يوم بدأنا التحديث وهو الأول اللي هو محمد بمفضل المفالحة السباعي يستاهل المركز الثاني في التحديث اتخيل محمد الحمداني المركز الثالث فهد عبد العزيز السهلي المركز الرابع محمد غيهب الحربي المركز الخامس محمد عوير الهاجري المركز السادس حمد نصف الحسن الهاجري المركز السابع منصور سعود العضيلة المركز الثامن عايض مثقاب الزراقي المركز التاسع عبدالله ثايب الشلوي المركز العاشر زايد اذعار السباعي المركز 11 شاهر عن الله الشلاحي مركز 12 مالك ماشع الحربي ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم والله يوفقوا ميسر امورهم وان شاء الله نحن نشوف ال 12 كلهم مبسطين مستنسين على المشرح بيض الله وجيكم هذه على الشاشة حبايب يشوفوا صوروا الشاشة وينشروا وسووا اللي تسوون تذكير انتهاء التصويت يوم الثنين الساعة عشر مساء بمشي اتلاع عز وجل والجوائز الجوائز قيمة قبل الجوائز كله انت بتستلم جايستك امام من امام اهرام الساحة واعمدة الساحة الشعرية على قناة فضائية بيكون متابع الحفل الملايين وبيكون انتشارها الانتشار الواسع تعاونا من مواقع التواصل وفريق السوشال ميديا والحسابات اللي متواجدة معنا في الحملة الاعلامية وحضور الشعراء المبدعين الكبار اللي هم عضالة جهة التحكم على رأسهم شاعر العرب سلطان ابن وسام والشاعر الكبير وصل العطياني والشاعر الكبير معتق العياضي والشعراء ضيوف الشرف الشاعر الكبير مصلح ابن عياد وانضم الينا الشاعر عبدالله الغامدي والشاعر الكبير تركي الميزاني ومنشيدين المبدعين المتألقين باندر بن عوير وفهد بن فاصلة والاعلامي القدير المبدع صاحب المشاكسات وصاحب اثارة الجدل محمد الدريم طبعا حنا الجائزة مليون وبنتكلم الجوازة الحين ومحمد الدريم موجود يعني انت من الجائزة الى عالم البزنس ديركت بيدخل لك في اراضي بدخل لك في استثمار بدخل لك في عقار انت من يوم يصورك الدريم وتعلم من ثروتك مليون انت خلاص رجل عمال استقبل المعاريض واستقبل الامداح واستقبل القصيد والله يوفق كي يسر امورك الجوائز المعروفة اللي يستهلونها الشعراء من اعلى الجوائز المسبقات الشعرية المركز الاول مليون ريال سعودي المركز الثاني ثلاثمائة الف ريال سعودي المركز الثالث امائة الف ريال سعودي المركز الرابع خمسين الف ريال سعودي ان شاء الله نحن نتوجي الشعراء المبدعين الاربعة المتأهلين يحمل البرق صاحب وياخذ المليون والمركز الثاني الثلاثمائة والمركز الثالث المئة والمركز الرابع الخمسين وننبسط يبار كلهم اخوياهم وزملائهم والجمهور خلف الشاشات وناس ومهلهم وضيوف الشرف اللي حاضرين معنا ولجانة تحكيم من شئت الله عز وجل أنا مدري من اللي بيأخذ الأول لكن إن شاء الله نيأخذ اللي يستاهله وكلهم يستاهلون بيكون له حدث عالمي وبيكون من أعضاء الفرز في شاعر القمة ثلاثة على الموضوع هذا نبين أخذ رايخونا عبد الله عبد الله قبل كل شي أنت مركزك التاسع وأنت تصرح وتقول الأول وغيره هل هذا الهدوء اللي قبل عاصفة أول شي نسميه